ننتقل وإياكم إلى صحيفة القدس العربي Financial Times أوستن يحمل لنيتنياهو رسالة تحذير من أثر العنف في الضفة على معالجة الملف النووي الإيراني قالت صحيفة Financial Times إن الرسالة التي يحملها وزير الدفاع لويد أوستن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو مفادها أن التركيز على الضفة الغربية يحرف النظر عن تهديد إيران وفي تقرير قالت الصحيفة فيه إن أوستن سيحذر نيتنياهو من أن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة سيضعف من قدرة العمل معا لمواجهة التهديد القادم من إيران وذلك نقلا عن مسؤول أمريكي بارز وجاءت هذه التصريحات وتصريحات المسؤول قبل وصول الوفد الأمريكي إلى إسرائيل وأشارت الصحيفة إلى أن العنف في الضفة الغربية قد زاد في الأشهر الأخيرة مما زاد من مخاوف خروج العنف عن السيطرة وقتلت القوات الإسرائيلية منذ بداية هذا العام أكثر من سبعين فلسطينيا في وقت قتل فيه الفلسطينيون ثلاثة عشر إسرائيليا وقالت الصحيفة إن توقف أوستن في إسرائيل يأتي في وضع حرج للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية حيث تنظر واشنطن لتصاعد العنف في الضفة الغربية بقلق عميق وتخشى إدارة الرئيس جو بايدن من خطط نيتنياهو المضي قدما في إصلاحاته القضائية وعلق المسؤول الأمريكي البارز أن وزير الدفاع سيؤكد على أن إحدى الطرق التي نتمكن من خلالها العمل معا هي أننا بلدان ديمقراطيان نشترك في القيم في موقف واضح عن مظاهر القلق الأمريكية من خطط نيتنياهو التي تتسبب بالإضطرابات في إسرائيل وفي الوقت نفسه تخشى إسرائيل من تزايد النشاط النووي الإيراني وتدعو إلى تهديد عسكري موفوق لردع إيران ويحمل أسطن معه رسالة إلى إدارة بايدن تفضل الدبلوماسية لمعالجة البرنامج النووي الإيراني وأنها ملتزمة في الوقت نفسه بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي اشكرا للمشاهدة شكرا